السلام عليكم واحد من افضل واقوى البرامج في استعادة الملفات سواء كانت هذه الملفات ملفات صوتية صور فيديوهات برامج عن طريق برنامج هذا البرنامج يمكنك من استعادة الملفات من الحاسوب المحمول ومن الحاسوب الشخصي ومن القرص الصلب الداخلي والخارجي ومن اقراص اليو اس بي وبطاقات الاس دي ووحدة التخزين الان اي اس وغيرها ايضا الميزة الثانية من هذا البرنامج استعادت اكثر من 2000 نوع من الملفات مقصود به سواء كانت صور مقاطع فيديو وثائق ملفات صوتية بسهولة ايضا استعادت الملفات المفقودة بسبب الحذف العرضي او التنسيق او فقدان القسم او التلف او انهيار النظام او هقوم الفيروسات وما الى ذلك دعونا نقوم بتقريب هذا البرنامج ونشرح المميزات الموجودة فيه هذا البرنامج اذا كنت شاهد هذا الفيديو لا تنسانا من اللايك ايضا نشير لهذا الفيديو ايضا اشتراك في القناة فيلا بنا نبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية الجامعة ربكم بالف خير معكم مهي فهد من اليمن في البداية سوف تقوم بتحميل البرنامج رابط تحميل البرنامج في صندوق الوصف لهذا الفيديو رابط مباشر هنا عندك البرنامج يتوفر بنسخة ويندوز 7 و 8 و 8.1 ونسخة 10 ونسخة 11 تقوم بتحميل البرنامج من هنا تحمل البرنامج سطح المكتب اختار سطح المكتب اوكي سيف ستار داولود لاحظ هذا هو البرنامج اقوم بتسطيب البرنامج تسطيب عادي اوبين هنا عندك طبعا انستول سيتنك تختار اللغة التي تريدها حاليا سوف اختار اللغة العربية هنا المسار مسار تثبيت البرنامج اذا كنت تريد ان تقوم باستعادة الملفات المحذوفة من قرصة C فعنصحك تغير المسار هنا الى قرصة D والعكس اذا كنت تريد ان تقوم باستعادة البيانات من قرصة D فقوم بتحميل البرنامج في قرصة C اوكي ومن ثم اختار التثبيت هنا نزل عندي البرنامج اختار بداية TinoShare Neo4D هنا تستطيع انتقوم بالبحث عن ملفات بدقة هنا استعادة البيانات من نظام الاعطال اذا عندك بيانات تستطيع استدعاها هنا لديك ملفات الإصلاح إصلاح الصور الغير قابلة للفتح إذا عندك صور معطوبة وهنا عندك إصلاح الفيديو غير القابلة للتشغيل الفيديوهات التي لا تشتغل معها تستطيع أن تقوم بإصلاحها من هنا هنا عندك يظهر لك الأقراس الموجودة حاليا في الجهاز تبعك هنا عندك أيضا موقع مشترك سطح المكتب سلة المهملات اتصل بـ NAS حاليا سوف أقوم باختبار البرنامج لو ذهبنا إلى جهاز الكمبيوتر من هنا وافتح جهاز الكمبيوتر هذا عندي لاحظ عندي فلاش هنا ملفات وورد أيضا هنا ملف.html حاليا سوف أقوم بعمل فرمات لهذا الفلاش وأختبر هل البرنامج سوف يستطيع أن يقوم باستعادة الملفات بعد فرمتة الفلاش أقوم بعمل فرمات للفلاش كالي كم يزر عمل ثم أختار فرمات أختار Start تظهر هذه الرسالة أنه سوف يتم حذف كل شي موجود في الفلاش أختار OK لاحظ تم فرمتة الفلاش لو فتحنا الفلاش الفلاش فاضي حاليا سوف نذهب إلى البرنامج و سوف نختبر هل البرنامج يستطيع أن يقوم باسترقاع الملفات والصور والفيديوهات بعد عمل الفرمتة من داخل الUSB هنا سوف أعمل فرح لاحظ حاليا أختار هذا الفلاش لاحظ F هنا عندي قرص F في جهاز الكمبيوتر قرص F فاضي لا يحتوي على أي بيانات سوف نلاحظ برنامج كيف سيشتغل أختار القرص من هنا هنا عندي ما نوع الملفات التي تريد استردادها هل تريد استرداد صور فيديوهات وثائق صوت الآخرين أو ملفات النظام أختارنا الكل إذا أردت فقط أن تسترقع صور تحدد فقط الصور إذا أردت أن تسترقع فيديوهات تحدد فقط الفيديوهات إذا أردت أن تسترقع وثائق تحدد فقط الوثائق انا اريد ان اقوم باسترقاء الكل اختار مسح عنواع الملفات المحددة طبعا لاحظ هنا سوف اقوم بعمل مسح كامل للملفات طبعا سوف ياخذ وقت الوقت على حسب حجم الملفات الموجودة في القرص المراد استرقاء البيانات منه لاحظ هنا 11% تم العثور على 311 ميجا و54 ملف طبعا سوف اقوم بايقاف موقعات للبرنامج الى ان اكتمل من الفحص لاحظ هنا العقيد في البرنامج انه تم من عمل الفحص السريع الان البرنامج يحاول انه يعثر على المزيد من الملفات المفقودة باستخدام الفحص العميق يعني لاحظ عندي الان طلع لي 1922 ملف حقم البيانات 10 جيجا مع انه كان حقم البيانات لا يصل الى 1 جيجا فالعقيد في البرنامج انه يقوم باسترقاء البيانات قبل عمل الفورمات وبعد عمل الفورمات لاحظ حاليا وصل الى 70% هنا عندي وصل الى 97% حصل على 3473 ملف لاحظ حقم البيانات 12 جيجا تقريبا استغرق مني نصف ساعة في عملية الفحص 99 لاحظ اكمل من عملية الفحص تم العثور على 3500 ملف والمزيد من النصائح عدنان العثور على الملفات الملفات المحذوفة اختار مفهوم هذه الملفات التي تم الحصول عليها الملفات المحذوفة الملفات التي لا يمكن العثور عليها هنا عندك تستطيع ان تقوم في العرض من هنا ايضا هنا استطيع ان نختار عرضين عرض الملف وعرض الشجرة عرض الملف لاحظ لو ذهبنا الى الصور هنا الصور الذي قام باسترقاءها وهنا الفيديوهات الذي قام باسترقاءها لاحظ M4V M4B4 هذه امتدادات الخاصة بالفيديوهات هنا عندي الوثائق PDF ودوك وهنا عندي الصوت ملفات الصوتية هنا عندي ملفات مضغوطة هنا عندي ملفات ويد لو ادخذنا على الصور على سبيل المثال هنا فتحنا على سبيل المثال هذا الصورة لاحظ هذا الصور الذي قام باسترقاءها تستطيع أن تقوم بعمل معاينة للصورة قبل استرقائها من هناك اختار معاينة لاحظ بصراحة البرنامج رهيب جدا بصراحة هذا الصور الذي قمت بحادثها أنا طبعا في صور رقعها لاحظ هذا الصور ما كان عندي موجودة هذا الصور هذا الصور ما كان عندي موجودة قبل عملية الفرمات موجودة مسبقا فالبرنامج عندما عمل فحص عميق استطاع أن يظهر هذه الصور هنا عندك امتدادة الصور جي بي جي آيكون سي في جي بي جي بي ان جي لاحظ ترقع لي عديد من الصور هذا الصور أيضا الفيديوهات الوثائق الصوت ملفات مضبوطة ملفات ويب الآخرين الآن أريد أن أقوم بعملية استرقاع لاحظ لو فتحنا الفيديو هنا عندك الفيديوهات هذه هذا الفيديو أريد أن أقوم بعمل له معاينة لاحظ هذا الفيديو طبعا تابعي تابع القناة البرنامج ممتاز جدا صراحة حاليا أريد أن أقوم بعمل استرقاع للكل جميع الملفات أختار جميع الملفات ومن هنا أختار استعادة هنا حدد المسار لحفظ الملف المسترد الرجاء عدم استعادة الملف إلى القسم الذي فقد فيه الملف يعني حالياً نحن قمنا بعمل استعادة للملفات من الفلاش من هنا من هذا الفلاش لاحظوا الفلاش الآن فاضي عندما تقوم بعملية استعادة للبيانات اختار مسار ثاني وليكن سطح المكتب وأقوم بإنشاء على سبيل مثال مقلد وأختار File Recovery أختار أوكي وأختار استعادة مقلد فاضي أختار استعادة هنا هل تريد إصلاح الملفات التالية أثناء التعافي سيستغرق هذا وقتاً أطول للتعافي يمكنك إصلاحه بعد الشفاء حالياً سوف أختار أنا استعادة فقط من أجل أن لا يستغرق وقت طويل في استعادة الملفات إذا تريد أن تختار استعادة أو إصلاح يمكنك إختار استعادة أو إصلاح لكن أنا سوف أقوم حالياً بعمل استعادة فقط من أجل أن لا يأخذ وقت طويل في عملية الاستعادة سوف أختار استعادة فقط حالياً نقوم بعملية الاستعادة طبعا سوف يأخذ وقت لاحظ أكمل من عملية الاسترداد اكتمل الاسترداد استرد 3500 ملف 12 جيجا اختار عرض الملفات المستردة لو اخترت جميع الملفات هنا قريم الملفات الأخرى وهنا عندك الصوت ملفات صوتية MP3 لاحظ كل الملفات الصوتية هنا وهنا عندك M4A هنا عندك ملفات الصور عندك عدة انتدادات BNB هذه ملفات الBNB عندك ملفات على سبيل المثال GBEG هذه طبعا الصوتين حذفتها أنا من الفلاش هنا عندك GBG طبعا هنا عندك عدة صور هذا الصور طبعا حذفتها أنا من الفلاش بصراحة البرنامج رهيب جدا عندك كذلك BNG وكذلك عندك CVG عندك الفيديوهات عندك هذه الأنواع الفيديوهات التي قام باسترقاها هذا النوع من الفيديوهات وهذا extension معين من الفيديوهات لاحظ هذه الفيديوهات أنا حذفتها في بداية الفيديو هذا الفيديو وهذا الفيديو وهذا الفيديو وهذا الفيديو وهذا الفيديو طبعا هذه الفيديوهات رقعها لي كنت قد حذفتها مسبقا لا أعلم متى لكن استرقعها لي اوكي هنا عندك على سبيل المثال MP4 هذا كذلك الفيديوهات الذي استرقعها لي هذا طبعا فيلم أنا كنت شاهدته مسبقا وحذفته قام باسترقعه بصراحة البرنامج رهيب هنا عندك المزيد اوكي عندك الوثائق ملفات وثائق وهنا عندك ملفات مضغوطة. وهنا عندك ملفات هذي الملف الذي حثفناه في بداية الفيديو. بصراحة البرنامج متاز جدا. انصحك بتقريب البرنامج. لاحظ لو ذهبنا الى هنا. كليه كمين بزي الايمان ومثل ما اخترنا بروبرتيس خصائص. ما عشر قيجة عدد الملفات ثلاثة الف وخمسمية ملف. اوكي. طبعا الى هنا لازم انهي الفيديو. اذا حبت طبعا تشتري البرنامج عندك خصم هنا اربعين في المية اختار اشتري الان. هنا عندك البرنامج اتوفر بثلاثة نسخ مدى الحياة. تسعة وسبعين دولار لجهاز واحد. طبعا نلاحظ كان بتسعة وتسعين دولار اصبح بتسعة وخمسين دولار بعد الخاص. وهنا عندك شهر واحد بخمسة وربعين دولار لجهاز واحد. هنا تستطيع ان تستخدم الكوبون الخاص بالخاص. اوكي. طبعا الى هنا لازم انهي الفيديو. اذا عقبك الفيديو لايك. ايضا اشير لهذا الفيديو لتعمل الفائدة الجميع. ايضا اذا كنت غير مشترك في القناة. ياريت تنورنا وتشترك في القناة بالضغط على الزر الاحمر. سبسكرايب اشترك. تنضم الى اكثر من خمسين الف مشترك ومشترك على هذه القناة. ايضا لا تنسى متفعيل القرس. لتتوصل بكل فيديو جديد اقوم بتنزيله على هذه القناة. رابط تحميل البرنامج في صندوق الوصف لهذا الفيديو. رابط مباشر. كان معكم مهيفا ادن اليمن. في امان الله.